أكدت أمين عام مساعد المرأة المركزية لحزب الجيل الديمقراطي راشا عبد المعبود أكدت أن الأسرة المصرية تعاني حالياً من مشكلات متعددة حال انفصال الوالدين مما يسترعي تقديم حلول لقضايا الطاعة والنفقة جاء ذلك خلال فعليات جلسات الحوار الوطني بالمحور المجتمعي ملف شائد جداً جداً بصراحة ويخص لجميع الأسر المصرية بداية احنا تناولنا الملف من منظور أن جميع الأسر المصرية لو صلح فيها الحال هيصلح الحال في المجتمع جميعاً بداية الملف كان يتناول قضية الطاعة قدمنا رأينا أن قضية الطاعة ممكن نلغي الدعوة انظار بالطاعة تتلغي ونفعل دعوة النشوز دي هتكون فيها الأحقية الأكبر للرقل الثاني ملف كان عندنا أو تاني نقطة في الملف بتاعنا وهي النفقة ودي كانت نقطة مهمة جداً جداً طلبنا بتفعيل بروتكول بين النيابة العامة والآي سكور لتحديد الزمة المالية للمنفق تفعيلاً أن بعض القضاء في المحاكم الأسرة بيرفض أن أنا أستعلم عن الحسابات المالية أو البنكية للمنفق لسرياتها وتحديداً أيضاً برضو أن في بعض الأزواج بيشتغلوا خارج القطر المصري أو شغل خاص غير معلن عنه الزمة المالية بتاعته ترجمة نانسي قنقر